موسيقى يترجع لشخص اسمه نواف عمر 16 أو 17 سنة بالتحديد يا جماعة الخير في صف ثاني ثنوي يقول نواف في ثاني ثنوي كانت افضل ايام حياتي تعرفت فيها على ناس كثير لدرجة اني احس هذه السنة استمتعت فيها استمتاع قوي مرة ويقول في البداية نظام مدرساتنا شوي مختلف الطلاب اللي كانوا في اولى ثنوي ما يخلونهم يدرسون في نفس الفصل في ثاني ثنوي يقلبون بين الفصول قبل ما تبدأ في سنة الثاني ثنوي يقول في اول ثنوي الفصل الدراسي الثاني تعرفت على ناس كثير مرة من جميع الفصول واللي تعرفت عليهم كنت اراهم كويسين ما كنت ادري عنهم بشكل كبير ولكن ما كانوا يدرسون معاي بشكل مباشر كنت قابلهم بعض الاحيان في الشارع وبعض الاحيان في الفسحة وبعض الاحيان في الطلعة وفي منهم ناس رعيم مشاكل قلهم بدت سنة الثاني ثنوي وصاروا يوزعون في الطلاب صاروا يخلطون الناس اللي كانوا في اولى ثنوي يصيرون يخلطون بين الفصول هدفهم انهم يزيدون التعارف داخل المدرسة يقول نواف أنا أصلا شخص اجتماعي مرة لاحظت هذا الشيء في صف ثاني ثانوي لاحظت اني اجتماعي وأدخل مع هذا وأصولف مع هذا بكل أريحية يقول برضو لاحظت في مدرستنا ما كانوا يهتمون في طلاب النشاط أو الإذاعة الصباحية كانوا يحطون اشياء عيدية يمشون فيها الوضع وما كانوا يجبرون ان احنا نطلع على الإذاعة يقول ولكن في يوم من الأيام مدير المدرسة قال راح يكون فيه تفتيش الفترة الجاية ويحتاج يكون فيه إذاعة صباحية مرتبة والإذاعة الصباحية اللي ما يعرفوش الإذاعة الصباحية هذولي مجموعة من الطلاب يتلدخلون في بداية الدوام كذي يصفون لك سبع طلاب واحد يقرأ القرآن الكريم ممكن الثاني فقرة أحاديث والثالث فقرة هل تعلم أنا من يومي ما كنت في الابتداء وأنا أعرف السلفة هابي وتستمر وكل واحد يعني يجتهد في الشيء هذا يقول ولكن مديرنا أحب يغير في التوزيع هذه صار يبحث عن ناس يكونون مميزين في الإذاعة عشان التفتيش هذا كل دخل الفصل ذاك اليوم وقعد يناظر قالوا من أفضل واحد يقرأ قرآن إلا في واحد قدام قال أنا أعرف أفضل واحد أقرأ قرآن كخاص راح نختار قال طيب من الأحاديث من من ألمهم وصل المرحلة أنه يبغي يحط جزئية داخل الإذاعة الصباحية جزئية تمثيلية يعني يكون فيها تمثيل وظهور على المسرح المدير عشان يغري الطلاب انتظر لليوم الثاني كذا في إذاعة الصبح خلاص تم واقفين قاعدين تمرنون تمارين الصباح ولا يمسك المدير الميكروفون السلام عليكم مرحبا شباب كيف حالكم طيبين صار يتكلم عن الإذاعة الجديدة ويبغي يطورها قال لي راح يمثل في الإذاعة الصباحية راح يغيب اليوم الثاني هذا كان أكبر إغراء مر على المدرسة هذه ويمثلون يغيبون اليوم الثاني واليوم الثاني كان مشبوك مع الويكند المم هذا الشي كان مغري يقول نواف أنا رفعت يدي وفي حوالي سبع طلاب ورفعوا يدهم منهم في ناس في ثاني ثانوي وفي ناس في ثاني ثانوي ولكن الأغلبية كانوا في ثالث ثانوي المم اللي رفعوا يدهم حوالي ستة أو سبعة فقال لهم المدير خلاص وعدنا إن شاء الله الفصحة الأولى الفصحة الأولى اللي هي بعد الحصة الثانية المدخلوا فصولهم كلهم بعد الحصة الثانية وجدت الفصحة راح نواف على طول توجه المكتب مدير وحصل حوالي 6 واقفين قدامه ها المدير جاء قال ايه الان بيجي بس خلك واقف قال وقفوا هنا واشو ايه بجيكم والله ينتظرون لين وصل المدير مرحبة خلاص ان اليوم راح نجتمع العصر باذن الله ونبغى نمثل مشهد مسرحي المشهد المسرحي هذا يتكلم عن اب يشتغل دكتور والثاني اب يشتغل ما ادري ايش ونبغى نتكلم عن المجتمع بشكل كامل النهاية المدير عنده صورة نمطية يبغى يوصلها قال وعدنا العصر ولكن ابغاكم الان تجتمعون في قروب تعطون رقمكم اي واحد فيكم وتنظفون كلكم في قروب عشان نسق بيننا ونشتغل بيننا يقول اعطيتهم رقمي وسجلوا الكل ارقامهم وادخلوني في قروب يوم جيت من المدرسة حصلت نفسي مضاف داخل قروب يقول في القروب هذا في حوالي 6 اشخاص وانا السابق يقول فجأة دخل المدير صرنا في القروب 8 والمدير عشان يراقب الوضع يقول من القروب هذا في حوالي 5 طلاب من ثالث ثانوي وطالبين من ثاني ثانوي انا ينواف وواحد ثاني برضو ما اعرفه يقول يعني الموجودين في القروب كلهم ما اعرفهم وفي ناس اكبر مني يقول ما هم ارسل مدير في القروب وعدنا الساعة 4 باذن الله نتواجد عند باب المدرسة يقول انا كنت راكب مع سواقنا ووصلني لين باب المدرسة ووقف جيت قبل الساعة 4.43 43.45 دقيقة يوقفت عند باب المدرسة الا شوي يجون ناس يقول جو ناس معاي في المدرسة ولكن بره المدرسة كذا جايين شوي زي ما تقول وضعهم مبطبيعي يعني وضعهم كذا انهم هم حقين فلا و هسترا وانهم هم زحفين لأبعد درجة يقول وقفوا سياراتهم كانت سياراتهم مكتمة اللي ينفتح الباب الا شوف الدخان وريحة الدخان فاقعة يقول مشكلة انهم طلاب ثانوي يقول انهم ينزلون كذا ينظرون فيني كذا السلام عليكم السلام رحمة الله جاء المدير لا ما جاء يقول نوافعا في بداية خفت شوي وقلت يا اخي ذول يدخنون ويجتمعين في سيارة وانا مالي في ذا الجو وش خلاني ادخل معهم في هذا المسرح يقول بطني مغصني يقول عرفت ان المشاركين طلاب الدشير مشاركين بس عشان يغيبون في اليوم الثاني يقول شوي يجي المدير ويوقف يقول انا قاعد كذا انتظر عند الباب المدير وقف يلا طلاب ندخل ويدخلون يقول انا دخلت اخر واحد وبدأت اتحسف اني انا اخترت اني اجي معهم حسيت مكاني مو معهم وياليتني يعني استخرت قبل ما اروح المدير يدخلوح اياكم الله يلا وش بنقدم يعلمهم السكريبت اللي راح يتكلمون فيه او كل واحد راح ياخذ دور يقول انا مشيت الوضع حاولت ااخذ دور قليل فيه وقتي يقول ما ابغى اطلع معهم لاني كرهتهم شوي وبديت اخاف يقول لكن حبة حبة صاروا يمزحون معاي وياخذون ويعطون معاي فلطفوا الجو شوي يقول نواف كأني حبيتهم وبديت اتقوى وتشجع حبة حبة لانهم برضو اكبر مني يقول بديت اتشجع معهم يقول الشلة ذولي كانوا خمسة يقول واحد منهم مسمينا الهطف بينهم يا الهطف مدري ايش ويطقتقون عليه ويستهبلون عليه ومزحهم ثقيل مح احد يتحمله نهائيا يقول المشكلة هذا اللي قاعدين يطقتقون عليه ويستهبلون عليه ويستنقصون منه يقول المشكلة انه صاحب السيارة اللي يوديهم ويجيبهم يقول انا مستغرب يا اخي كيف هذا يتحمل كذا كيف يهينونا لهذا الدرجة وبرضو متحمل الوضع عايدي يقول انا سكت ومشيت كنت اضحك على هذا اللي قاعدين يستهبلون عليه وكذا عشان كذا هم لطف الجو معاي يقول الاربع الباقين في واحد بينهم واضح انه كبير وراسب 300 سنة لا لا عايد الدور عايد المدرسة كلها يقول كبير واضح عليه انه كبير يقول يمكن اكبر مني بخمس ست سنوات ما ادري شلون يقول شكله شكل واحد زاحف وكبير ويعطي انه اكبر مني بخمس او ست سنوات يقول المدير نظمنا ورتبنا وكل واحد له الدور المخصص له يقول يوم خلصنا الدور انا جيت بامشي يقول ما توقعت اني راح امشي بدري كنت متفق مع السواق الساعة ست يقول انتظرت وقعدت عند الباب يقول كان في كرة كذا عند الباب محطوطة في الزرع عند باب المدرسة يقول كرة منسمة يقول وخدتها وطقطق فيها لين يجي نفس السواق حقه يقول انهم قعدت تقطق بالكرة اللي يطلعون الخمسة اللي كانوا معي المدرسة يطلعون كذا ويركبون يدقون سلف للسيارة يقول قبما يركبون مزحم شوية ثقيل وفي اشياء ما حبيتها يقول يركب خوية ويقفل على الثاني الباب والثاني يقفل يقول وضعوهم شوية تعبان يقول طلعوا من السيارة كذا دقوا ريوس وكملوا وراحوا سيدا يقول فجأة اللي ياخذون لفة على المدرسة يقول ويرجعون مرة ثانية للمدرسة قاله نواف تريد نوصلك يقول انا قلت لا والله واحد يطلع كذا يعجب يا رجال مش خنوصلك يا رجال ليه في احد بيأخذك قل المشكلة اللي يتكلمون مو اهم اصحاب السيارة صاحب السيارة ساكن قلت لا والله اني بنتظر السواق الله يسر عليكم ما ادري ايش يقول كان باقي على الساعة 6 حوالي 50 دقيقة يقول بنتظر هنا لين يجي السواق يقول انا كنتم تمسك في قراري مرة يقول ولكن وضعهم ضحك ومزحوم قاعدين يقطون الكلام ذلك يقول قالوا يلا خلاصوا بكيفك ويأخذون فره ويرجعون بعد 8-9 دقائق ويحصلوني عند باب المدرسة نواف يمشي خنوصل كمشي يقول هنا ايقنت ان السواق بيتأخر شوي وانا بتأخرون عند باب مدرسة خلهم يوصلوني كلها 15 دقيقة وانا في بيتنا يقول ركبت معهم السيارة مرحب نواف ها وين ساكن اوالله انا ساكن في الحي الفلون يقول اوه حي الفلوس ما شاء الله شكل معكم فلوس انتم بالله بيتكم على كم شارع على شارعين ولا على ثلاثة وما معكم سيارات يقول وفي واحد منهم مهتم بالسيارة بشكل كبير قال ها وما معكم بالسيارات يعني وما عندكم من السيارات الموجودة يقول والله عندنا سيارة وذكر سيارة رياضية والسيارة هذه حقة اخوه الكبير اللي اكبر منها من قارب 6 سنوات قال ما شاء الله عندكم السيارة ذي ودي أشوفه أحسك تكذب علينا ومدري إيش يقول قلت له ويليتني ما قلت له في يوم من الأيام إن شاء الله راح أركبك إياها أو إن راح أخلي أخوي الكبير يجيبني المدرسة عشان تشوف السيارة يقال لي خلاص عجل وش رايك تجيبها لأسبوع الجاي لنبكرة عندنا إجازة وإذا تبي تطلع معنا الصبح نفطر لأننا راح نفطر ونغير جو ونفر يقول قلت لهم بشوفوا علمكم يقول لهم وصلنا عند بيتنا ونزلوني وأفتح باب البيت إلا سيارة أخوي واقفة جوة يقول وروح عند البايكة وأضغط على الزر وترفع البايكة طاق 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 لين رتفعت فوق إلا شوير السيارة واقفة جوة أوف ما شاء الله عندكم سيارة رياضية وما أدري إيش يا أخي تكفى لازم تخلي أخوك يعطيك دورة بالسيارة يقول أنا ما كنت مهتم في الوضع يقول ولكن اللي ربط علاقتي مع هذا الولد اللي من الشلة الخامسة سيارة أخوي صار يرسلي في الواتس واسم هذا الولد أحمد يقول وصار أحمد يرسلي في الواتس كل شوي بلها صور الداخلية أبغى أتأكد في مقاص الجنوط أبغى أشوف مدري إيش الولد حاب السيارة مرة يقول والمشكلة أنا ما أبغى أحتك فيه لأنه أول شيء شخص شوي يعني أسلوبه مكويس وراعي دخان وشوي يمسوي نفسه زاحف يقول ولكن أسلوبه تغير 180 درجة يوم درع عند أخوي الكبير السيارة دي يقول علمهم قال الصبح يرسلي أحمد السلام عليكم نواف كيف حالك طيب وش رايك تروح تفطر معنا عازمك على فطور وما أدري إيش قلت لا والله خاف يا أخي تطولون وأنا والله ما لي خلق وأقعد في البيت بلعب سوني وبغير جو في البيت قال يا رجال كلها 15 دقيقة يا رجال ونرجع قلت لألمهم نهائيا ما أقدر قال طيب وش رايك أجيب لك فطور لبيتكم يقول أنا استغربت ذا الدرجة أنا عزيز عليه قلت لا خلاص أوكي ما عندك مشكلة جب لي فطور وأبدأ الله يعطيك العافية أنا في البيت يقول شوي إلي يرسلي قال إن شاء الله سيارة أخوك واقفة في البيت جيت أنا ها لا وشي بي ذا مش اللي اشتخي خلق في سيارة أخوي أنا قاعد أقول جوي نفسي قلت لا والله ما أدري هي واقفة ولا مواقفة يقول بديت أغتث من الموضوع حسيت إنه يبغي يخويني مصلحة عشان أخوي قلت لا والله ما أدري قال يامزح يامزح معاك يا رجال يالله يالله بأجيب لك فطور وأجي يقول فاجأة كذا بعد عشرين دقيقة قال اسمع واحد طيط طيط ويرسل لي أنا تحت يقول أنا اعتقدت أني باخذ الفطور وبدأ دخل بيتنا قال يركب ركب نواف خلن نفطر في سيارة يقول وقفنا كذا قداما شوي نفطر كيف حالك نواف طيب ترها جبت لك المشروب الفلاني هذا وجبت لك الأكل ذا يقول أنا قاعد أكل وأقول له الله يعطيك العافية وشكرا لك يقول أنا طبيعتي يا نواف أنا شخص بيني وبينكم بيتوتي ما أحب أطلع كثير ولا أحب أخاوي ناس ما أعرفهم مع العلم أني اجتماعي ولكن هذولي ناس مخيفين شوي ما أعرف انطباعهم أنا هم سيئين أو كويسين يقول ولكن قاعد تفطر معه يقول بعدين صار يشكيلي من المجموعة اللي معه قال يا أخي شفت المجموعة اللي معي يقعد يعدد لي أسماءهم ويذكرهم بسوء والصدق هذا السوء فيهم ولكن قال لي أشياء أنا ما كنت تدري عنها كان اللي يشوف والله بيني وبينك أنا يا نواف اتصلت عليك لأن ذوليك رايحين المقهى ويبغون يشيشون داخل المقهى وأنا والله ما أبغى أروح هناك وخاف أحد من أعمامي أو خوالي يشوفني يقول هذوليك ما يخافهم من أحد يقول شفت هذا الكبير يقول هذا الكبير اسمه بكر يقول بكر هذا داشر بشكل مرة كبير يقول طيب يا أخي أنت ليه تخويهم قال والله بلشت وخالص قلت أخوياي هذولي خانني أروح وأجي معهم يقول ما أعجبني رد أحمد كان رده غير مقنع وش الأخوياي وخلاص دامني رحت معهم رحت معهم لا تقدر تنهي علاقتك معهم وتخوي ناس كويسين يا رجال ما عليك منهم يا لهم شيء احنا الآن قاعدين نفطر وامورنا زينا كيف هم بالطقاقل يطقهم ولكن أنا ما بغى أروح معهم عشان الأشياء ذي يقول لف عليك إذا أحمد اسمع نواف فاضي أنت لو مشغول قال وش رايك نطلع العين نروح نلعب تنس تعرف تلعب تنس طاولة يقول لا تدفعوا لريال عندي لعد أحد ساعه تنس يقول واخذ المضرب من عند حق التنس وصير الألعاب طاق 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 طيق يقول المن فليتها وصرت تحدى وأفوز عليه ويفوز عليه وأفوز عليه ويفوز عليه وصرت تحدى حبة حبة يقول زادت الميانة شوي وقوة العلاقة حبة حبة من لعب التنس يقول قطرة خلاص ودني البيت أبغى أرجع بيتنا وراجع البيت صدفة ألا أحصل أخوي داخل بالسيارة قالو أخوك الكبير جاء يقب وقف وقف ورا البايكة يقول يوقف ورا البايكة حق بيتنا ويقول له أخوي كذا داخل ويناظر في السيارة معجب فيها بشكل كبير قال يا أخي يا نواف يا أخي تكفى نبغى لفها فيها لو يوم قلت له إن شاء الله إن شاء الله يقول أنا الآن الرجال مفطرني ومحاسبني على التنس حقته يقول لازم أرد للدين وأكلم أخوي وأقول لأني أبغى السيارة عشان أخوي يودي يركبها ونبغى نغير جو فيها ويبغى كشخ فيها قدام أخوي عمي الأخير يقول قال لي يا أخوي يا أخي أنا خاف تصدم فيها ولا تلعب فيها فخلي السيارة على حالها قال والله ما يجيها شيء وما أدري إيش الموضوع عندي تعرف سواقتينها هادية يلا خلاص زين بقيتك إياها إن شاء الله تدوم عليها المدرسة الأسبوع الجاي قال بس تدوم عليها يعني أموري زينة يقول رحت أرسلت الأحمد مباشرة السلام عليكم أحمد كيف حالك طيب أحمد رح أداوم بالسيارة الأسبوع الجاي يولا أحمد صادق تكفى مرني أنا بغى نروح المدرسة سوا بالسيارة وما أدري إيش قلت لأبشر ما طلبت شيء راح أمرك يقول نواف أنا اعتقدت أن هذا الموقف رح يقفل دين للفطور ودين الله يسلم كالتنس يتخني أردها له عشان خلاص أقطع العلاقة معه والعادة تواصل معه ويقول طلعت ذاك اليوم للمدرسة بدري أخذت مفتاح السيارة من أخوي ويطيط وأركب السيارة وأشغلها وأطلع من السيارة والسيارة حرفيا فخمة وأطلع من السيارة وأتوجه مباشرة البيت أحمد يقول لا يطلع أحمد ويناظر في السيارة أوف ما شاء الله ويفتح الباب ويركب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ويناس كده يحبون السيارات طبعا ومالومهم بعض السيارات تكون أشكالها حلوة يعني يقول ركبنا حط شنطة حق المدرسة وراء وروحنا للمدرسة نمشي شوي شوي يقول ونوقف السيارة في الظل وحط الشماسة وننزل يقول إلا أحمد يحصل أخوياه بكر والشلة اللي معاه قالوا ركبك السيارة خير ركبتها ومدري إيش ما شاء الله ما شاء الله والله يهي منظر وكلهم قاعدين يمدحونها يقول واروح مع البوابة الرئيسية أنا ونواف يقول روح مع البوابة الرئيسية وندخل للمدرسة يقول في الفصحة أحمد هذا في ذال الثانوي يقول صار يجيني نصفي قالوا والله نواف بالله أبغى نفتح سيارة بوري أخوياي ممصدقين ويأخذ مني يفتح سيارة ويصير يوري أخويا المهم يقول نواف في الطلعة انصدمت إن فيه يمكن حوالي 12 أو 13 واحد ينتظرون نركب السيارة يقول وأنا طالع اللي يقول يقول تكفى خلي المفتاح معي أنا اللي بسوق السيارة بس قدامهم كده قدامهم كأني أنا راعي السيارة يقول لني قلت لهم أني اليوم جاي بسيارة فأخه ما مدري إيش يقول نواف ما أبغى تجي في قلبه قلت لها خلاص سبشة خاص ها خذ يقول خذ السيارة ونطلع كده بوابة الرئيسية ويمشي ونظرون فيه الطلاب بتحداك بالله معاك سيارة مدري إيش قال لي جاي فيها الحين هنا موقف على اليمين يقول السيارة تشتغل مبعيد بروموت يقول كده واضغط بريموت يطيط وتشتغل السيارة يقول إذا اشتغلت عد صوتها طرب لأبعد درجة يقول وأنا خايف إنه شوية مادة أحمد ويزودها شوي ويتحمس يقول اللهم في واحد من جوه يقول لي انتبه يقول يركب أحمد واركب على الباب أنا كده واسحب الشماسة طاق 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 ويلفي مين يقول بعد ما تلف في مين تروح سيدة بعدين تلف في مين يقول أول ما لفي مين إلا ويدعس للسيارة قلت لها يا صاحي أنت يقول قبل ما يدعس للسيارة فيه زر هذا حق اللي ما يخلي السيارة عند تزحف ويخلي التماسك فيها ضعيف مرة يقول إلا السيارة تفرّف محلها وتصدم في الرصيف يقول أنا خفت قلت يا ساتر وشويت صاحي أنت ليه تدعس بالسيارة يقول لي اجتمعون علي ويضحكون آآآآ مدريش يضحكون ضعك مطبيعي وأنا الآن خايف إنه أخوي الكبير يقول ليه سويت كده وانت واعدني يقولوا علاقتي كانت مع أخوي الكبير قوية مرة يقول كنت خايف لابعد درجة فاتصلت على أبوي قلت لأني خدت سيارة أخوي الكبير وادعسته وما طلعت من المدرسة وصدمت في الرصيف قال لي أبوي يبشر بالخير ولا تشيلهم ولا ترتبك ما أنه صار كذا فالشيء هذا مقدر ومكتوب يقول شوية ليجيني أبوي وصار بس الجنط هو المنكسر يقول يرفع السيارة بعفريتا والوالد ويركب الكفر وقال لي خلاص راح للبيت يقول يوم وصلت البيت إلا أخوي شاف السيارة مكسور الجنط حقها قال شكلك دعشت للسيارة ومدريش أنا قايل لك أنك انت راح تحافظ عليها وقلت لي قبل يقول ما عليش وصرت أعتذر يقول ولكن ذا الموقف سبب شوي كهرب بيني وبين أخوي صار أخوي ما عد يثق فيني نفس قبل يعني الآن لو أطلب منه السيارة بيقول لي اقلب وجهك ما عد فيه لا سيارة ولا شيء يقول زعل أخوي مني وبغت توصل مدة يدين قال ولكن راح دخلت غرفتي اللي أحمد راسلي إني أنا آسف وأعتذر أقسم بالله العظيم زلة وتحمستي شوي وبشر بالعوض وأنا أقول في نفسي ما راح يفيد الأسف الآن أسفك هذا ما راح يقدم ولا يأخر والواضح أن أخوي الكبير اهتزت معاه ثقة بشكل كبير قلت لأحمد إن شاء الله خير وابد ما حصل إلا المكتوب قلت لأحمد يسألني قال أخوك سوالك شي ضربك قلت والله تكلم عليه شوي ولكن الأمور مقدور عليها لاتشيلهم قلت لأحمد مجموعة الخير مرت الأيام وصرت أخاوي أحمد أروح معاه وأرجع وفي يوم من الأيام شميت في ريحة أحمد دخان قوية وهذه الريحة قاعدة تثبت أنه اللي كان يدخن مو جالس عند أخوياه المدخنين ما قد جربت الدخان مرة وكنت دايما أقول مستحيل أجربه أبد ولكن في يوم من الأيام أحمد والشيطان قاعدين يغونني أحمد يقول لي جرب يا ابن الحلال وبعض الحيان يدخن وينفخ في وجهي لأنه مسكت معاي في يوم من الأيام بني أدخن كنت بس أدخن مرة واحدة وبعدها ما رح أدخن أبد ولكن الآن كيف أفاتح الموضوع مع أحمد فعني في كل مرة يعرض عليه هذا الشي وأرفض رحت للمدرسة ذاك اليوم الموم دخلت المدرسة وخلصت الساعات الدراسية لعندي وأنا طالع إلا أحمد دايما يطلع معاي في الطلعة وأنا قاعد أمشي وبنروح للسيارة أنا وأحمد اللي هي سيارة أحمد طبعا كان الدخان محطوط كذا عند حق الكيسان قلت يا رجال خلني أخذ وحده بنفس السياق هذا يقول خدت الدخان وفتحته وصرت أدخن أحمد يناظر فيني كذا باستغراب وفصلت أدخن ويرفع أحمد جواله ويصورني صورة قلت يا أخي أحذفها وما أدري إيش ما أبغى أحد يدري أني أدخن قال لا لا ما عليك الصور راح تقول عندي في الخاص ما راح أرسلها لأحد أبدا يقول قعد أترجى لين حذف الصورة من بعد تصويري في ذاك اليوم خفت خوف غير طبيعي قلت لو الصورة هذه شافها أبوي أو أخوي ويش راح يقولون عني وحرمت من ذاك اليوم أني أدخن كانت أول تجربة للدخان وآخر تجربة رجعني أحمد بيتنا ونزلني وادخل البيت واتغدى وعود أدخل غرفتي قال لا أحمد يرسلي العصر لا تنسوا بنطلع للحديقة جيت لابد ما عندك مشكلة مرني بس يقول أحمد صار واحد من أعز أخوياي يقول صرت أطلع وأروح وأرجع مع أحمد صار خوي القريب لمي مرة وصرت أدخل مع الشلة أخويا أحمد ولكن دخولي معهم مو كثير ولكن صرت أسولف معهم وأتكلم معهم برضو بعض الأحيان في الخاص صار تواصلي معهم أقوى من قبل ولكن أكثر واحد أمون عليه مرة صائلي هو أحمد في يوم من الأيام الشلة ذي قروا يطلعون للمخطط وأصلا ذيك الأيام كانت أيام برت يقول كلموني ها بتطلع معنا نواف وش رايك قلتم خلاص ما عندكم مشكلة أنا راح أجيكم برضو مع أحمد يعني أحمد يا ربع خوي نواف الروح بالروح ذا خلاص صار خوية البرايفت صار هول يروح ويجي معاه ويثق فيه ثقة عمياء حددوا يوم يطلعون فيه مرة أحمد وتقابلوا الشباب هنا في واحد من الشلة ذي اسمه بكر بكر يا ربع مرة مخربها شخص شخص بايعها مرة المهم قاعدوا يسولفون مع بعض إلا بكر اقتراح له مقتراح شرايكم يا ربع إذا تخرجنا من ثالث ثانوي نسافر كلنا سوا إلا أحمد قال مباشرة كيف بنسافر وأصلا ما معنا فلوس حق السفرة قال بس عندي الموضوع لازم نشتغل من الآن نجمع في استقرب نواف قال طيب يا بكر كيف راح نجمع الفلوس دي لو نجمع فسحتنا ما راح تجي ولا خمسمائة أو ستمائة مش نجمع قال شوفوا أنا بكون معكم على بينا إحنا ما نقدر نطلب من أهالينا فلوس إذا قلنا راح نسافر ولكن عشان نجبر أهلنا إن إحنا نسافر لازم نقول لهم إن عندنا فلوس مجمعينها ورح يقولون إن إحنا مجمعين الفلوس مخطين من أول حرام نحرمهم من هذه الرحلة قال طيب قال عندي لكم خطة جبارة خطة أسطورية الخطة هذه راح تخلينا نسافر أي دولة إحنا نبغى نجذبه من موضوع نواف جاف راسه قال أكيد إن الفكرة إن إذا طلعنا من المدرسة نروح نشتغل في أحد الوظائف البسيطة عشان نجمع فلوس السفرة إلا شوي بكر قال لهم رأعلمكم الخطة لكن هي بسيطة يعني قال في واحد من جيراننا عنده مستودع جنب بيته والمستودع هذا في مواد نقدر نبيحها زي الحديد زي الألمنيوم والنحاس وإشياء كثيرة وتنبح بالوزن وقد كلمني قبل ما يقارب ثلاثة أو أربعة شهور قال لي يا بكر إذا بتجيب عمال يشلو الحديد هذا وتروحون تبيعونه فلوسه لك بس أبغى تخلص منه وخلي المساحة فاضية ولكن نبغى نشتغل إحنا كلنا سوى ونبيع الأشياء ذي كلها الكل وافق على هذا الاقتراح كان اقتراح سطوري أنهم يجمعون فلوسهم يقول والله ونتفق في يوم يكون فيه إجازة ونجيب لنا وانيت ونوقف عند باف المستودع ونقسم الشغل بيننا اثنين يوقفون على الصندوق وثلاثة جوا المستودع يجمعون الحديد يقول نواف أنا كنت من الناس اللي يراكبين فوق الصندوق ويحملون من الناس اللي جايين من المستودع ويقول أحمد وبكر وفي واحد ثالث معهم جوا المستودع وفي قدامي شخص يقول جينا الأغرف من جوا وإحنا نحمل بعدها كذا بنص ساعة تمت للوانيت ذا وقلت خلاص خنروح نبيع ونرجع بكر قال لا نبغى نطلع مرة وحدة نبغى نعبي أكبر قدر ممكن يقول صرنا نحاول ندور مساحات ومسافات وصرنا ندخل الحديد بين الحدايط يقول منها جنود سيارات اللي كانت في المستودع وبرضو فيه استوانات غاز قال مهم فيه أشياء رح تجيبنا فلوس يقول عبينا 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 بقدر المستطاع يقول واركبوا الوانيت وراحوا وباعوا الأغراض باعوها وجابت لهم ما يقارب ستمية جوا وقسموها بيننا لا لا صدق صدق ستمية ما احد لعب علينا صدق جابت لهم ستمية وجوا وقسمو المبلغ بيننا قلتنا ها نرجع نكمل شغل قال خلها في الأسبوع الجاي يقول نواف اقسم بالله العظيم اني متحمس مع العلم لو اني طلبت من أبوي فلوس راح يعطيني ولا راح يقصر معاي بس استمتعت في العمل أنا يقول علمهم وتجي لإجازة الثانية حق نهاية الأسبوع ونروح للمستودع ونعب الوانيت فل عبيناه فل فل حرفيا وشلنا كل شي داخل المستودع ورحنا بيعناه وجابنا ما يقارب 400 أو 450 وقسمناها بيننا ولكن المبلغ هذا ما يكفي حق سفر كنا معتقدين انه راح يكون مبلغ قوي ولكن هو صدق مبلغ قوي اذا كان الشخص واحد فقط قلما مقسموها بينهم وصار كل واحد يخبي الفلوس حق ده اجتمعه ذا كل يوم في الفصحة وقعدوا يسولفون كان بكر هو راس البلاء حرفيا كذا قرب لمنا يا عيال والله العظيم اني جبت لكم طريقة جيب فلوس ولكن أبي صملتكم ويفرع العيال كلهم ويقولهم نفس الكلام ذا يا عيال بنطلع غنياء شو السالفة الكل تحمس يا راح اقول لكم باذن الله اليوم فالطلعة لا تطلعون ولا تروحون نبغى نجتمع وراح اقول لكم كل شي يقول نواف انا قلت وش الطريقة ذي اللي راح تجيبنا فلوس انتظرت لين الطلعة او الصرفة ولا ما ادري شو تسمونها اكتبوا لي تحت في الكومنتات طلعة او صرفة او المغادرة من المدرسة المهم يقول طلعت عند الباب كل مجتمعين العيال وش الطريقة وش الطريقة قال تعالوا امشالين عند البقالة في الزاوي قال حصل الطريقة وش الطريقة قال الطريقة تحتاج مخاطرة بس راح تخلينا نسافر قال نواف وش الطريقة طيب قال الطريقة جماعة الخير ان احنا نصرق جنود سيارات هنا نواف خاف انا اصرق جنود سيارات ولي اصرقها انا لو ابغى من ابوي ريال حطاني ما راح يقصر لا 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 انا ماني معكم معليش يا بكر انا ماني معكم نهائيا قال لا والله ما أنا معكم والله يسهل أمركم بالتوفيق لكم علمهم نواف قال أنا ما أنا أفعل شيء حرام وأنا لم أتعود على هذا الشيء سالفت أني أسرق لو تموتون مستحيلة أفعلها في ذاك اليوم كان يوم غير مرحب في نواف نهائيا بينهم يا خاص خاص أرجع أرجع بيتكم ماشي منا موصلين لك أقلب وجهك يقول نواف والله وأطلع وأرجع لبيتنا قلت يا رجال بالطقاق لي طقهم ما عدا بيهم ولا أبي خوتهم يقول فجأة لبكر يرسلي رسالة الرسالة هذه كانت في الخاص السلام عليكم كيف حالك نواف؟ طيب بش رايك أرسل هذه الصورة لأبوك يقول أنا قاعد أشوف الرسالة من برة وأمسك الجوال وادخل على طول إلا صورتي وأنا قاعد أدخن جيت لها كيف جيتك الصورة؟ ومن أعطاك إياها؟ قال ما عليك من أين جت الصورة؟ يا تكون معنا يا أرسلها لأبوك يقول المشكلة الآن أبوي شخص دعبان شوي ولو سمع كلام نفس كذا رح يتعب زيادة وأخوي اهتزت الثقة بيني وبينها مستحيل أن يصدق مني أي شيء رح أقول له يقول صرت بين نارين ولو اشتكهت لأمي ما أتوقع أنها راح تسوي شيء وصار الموضوع يراودني هل أروح معهم؟ أو أني أسحب عليهم؟ يقول نواف في ذلك اليوم رحت للمدرسة حسنا أحصلهم قدامي ها نواف وش قلت؟ وتكون معنا في الخطة أو لا؟ كان لهم نواف وكان يستعي حرفيا ويقول نواف أنا كان الطبيعتي صعب أني أقول لا وأتوتر إذا جيت أقول كلمة لا خاصة إذا أحد طلبني أو سألني يقول قلت لهم بشوف إن شاء الله في الطلعة ورح أرد لكم يقول المهم مر الوقت بسرعة وتقابلنا في الطلعة ها نواف وش صار؟ كون معنا أو لا؟ قلم نواف وش أسهل وظيفة ممكن أسويها معكم قال بكر أسهل وظيفة شوف فيه وظيفة وظيفة هي أنك توقف وتناظر وتراقب وإذا جاء أحد تعلمنا عشان ننحاش يقول نواف قلت لهم خلاص تم ولكن متى قال إن شاء الله اليوم المغرب في سيارة إحنا مخططين عليها وجنوط السيارة هذي تجيب فلوس قال لهم نواف طيب وش الأدوات اللي موجودة عندكم يقول لك شي الهم من ناحية الأدوات إذا تقابلنا رح تعرف مش كاي جمعت خير الطريقة اللي سراقوا فيها أقسم بالله العظيم خطيرة يا أخي أخاف أقولها وحص الناس يسوونها بعدين ولكن ممكن أقولها وفي أحد يوم من الأيام يحتاج أن يغير كفر ويسويها وتضبط معاه لا لا الطريقة جبارة مرة والله إني متخوف أقول لكم ولا ما أقول لكم الطريقة تخيلوا إنه يقدر يفك الكفر بدون عفريته وبدون ما يرفع السيارة تحسبوني أكذب عليكم صح؟ أسأل بالله العظيم إنه يقدر أنتوا فكروا فيها وبعدين قلولي ولكن ما رح أعلمكم لأنه أحسني رح أدلكم على طريق خطأ متخيلين يا جمعة خير؟ بس باستخدام حصة يقدر يفك الجم والكفر ويأخذه طريقة وني أدري عنها والله العظيم قلموا لا حس في رأس بيقولون أسام وش الطريقة عشان تكمل القصة والله إني متخوفني أدلكم على الشر ولكن تكفون مشوها لقابلني أحد وجه بوجه والله إلا علم الطريقة واكتبوا لي تخميناتكم تحت في الكومنتات يقول قلمهم قربنا عند السيارة اللي نبغى نصرقها ويقول يسوونوا الطريقة هذه وحطونها شوي يشيلون الكفر يقول شوي اللي السيارة واقفة على أربع بلكات وفي وقت ما يتجاوز ولا عشر أو ثمان دقايي فكينا الأربع كفرات مع الجنود يلا يا عيال نركب ويركبون فعطوا في السيارة ويطلعون يروحون يبيعونها وصدق جمعت الخير من شغل ثمان دقايق صار يجيني مبلغ 180-190 ريال وشفت المبلغ شوي قوي صرت أتحمس معهم في الصرقات يقول مهم صرنا نصرق وجمعنا فلوس على فلوس على فلوس والصرقات هذه فيها صرقات غاز وصرقات جنود وكنا برضو نصرق حديد العماير اللي عند العمارة هذا يقول كنا نصرق وناخذه وروح نبيع يقول صرنا متمرسين يقول وانا نسيت هوية القديمة نسيت نواف القديم من كثر ما انا قاعد اصرق معهم يقول جمعنا مبلغ كل واحد كان معا ثلاث هلافة واربعة لا وارضوا طمعانين نبغى زيادة ولكن مرت الشهور وقربت الاختبارات النهائية فالان لازم ابتعد عنهم واصير اذاكر عشان انجح من الثانوية وافتك منها يقول قلت لهم يا الربع انا كذا 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 بغى ذاكر عشان الاختبارات قالوا خلاص ما عندك مشكلة وعدنا على اخر يوم في الاختبارات يقول وابدأ اذاكر وستعد للاختبارات النهائية وصير اذاكر واحفظ واراجع قلت لهم افتكيت منهم بشكل كبير يقول يوم تخلصت منهم صاري ان ابني ضميري على اشياء اللي قد سويتها قبل ولكن الان بما انه كبر الذنب وكبر الخطأ اللي قاعد اسويه ما لي وجه اكلم ابوي او اخوي او امي وقل لهم سويت هذا كله ما راح يصدقون وممكن يتبرون مني قلت لهم مرة تخلصت الاختبارات يا الربع في اخر يوم في الاختبارات اللي بكر مستقبلنا ونفس الطريقة اللي كان يجينا في الفوسحة يا عيال في طريقة راح تجيب لنا فلوس وهذه اخر صرقة بنصرقها وبعدها راح نسافر على طول لنوش الصرقة واش صاير قال بعلمكم وحرفيا ينعاد السيناريو اللي كان موجود عند البقالة قبل اسمع عيال الصرقة اللي ذا المرة راح تكون الشوي بيرفكت وشوي اسطورية ما هي نفس الصرقات القديمة الصرقة يا الربع راح تكون سيارة مواد خذائية فيها العصائر والاشياء هذي اللي جوا اعرفتوها اللي تأتي جواedgeпис نفس ربيع نفس العلب هذي المراعي يقول في سيارات اللي يكون فيها ثلاجة يقول تقعد مشغلة ثلاجة وتاركI السيارة يقول يوقفون عند بنسب السوبر ماركت الكبار يقول في حوالي سبع سيارات يقول موقفين كذا جن بعض الدينات هذي اللي فيها الثلاجة جن بعض ويجتمعون كلهم وين في نفس غرفة صغيرة عند السوبر ماركت الكبير هذا نفس السوبر ماركت هذا اللي يأتي نفس هايبر بندنة السوبر ماركت الكبير يقول فيه غرفة كذا صغيرة نفس البركس يقولوا اجتمعون فيها ويخلون الثلاجات شغالة عشان لجوها ما يميع اللي نحتاجها كاسر أقفال يكون المقص هذا من المقصات الكبيرة اللي يقصها بسرعة ويكون عندنا سرعة في الترتيب ونبغى السيارة توقف وراء النفس الدينا هذه وتكون واقفة بالعرض عشان ننحاش على طول طبعا من اللي راح يستخدم هذه القطامة أو القطاعة حق الأقفال أكيد أكبر جسم فيهم اللي هو بكر يا عيال أنا اللي راح استخدمها وانتوا عليكم وتشيلون معاي قالوا لا تم نواف انت نبغاك تسوق قال أبدا تم أنا سوق أنا سوق طبعا نواف هنا راح يضمن حالة لو ممسكوا يفحط يروح ويخليهم يقول وقفنا بالعرض وكان بكر تاكي في الصندوق ونواف يشطف الدينا هذه من وراه ويواقفة اللي بكر يحط القطامة كذا على القفل وينفك القفل قالوا ما ينفك القفل ويسحبون يفتعون الثلاجة وينزلون العصائر اللي في الثلاجة يقول نزلنا ما يقارب 45 46 كرتون يقولوا طمعنا فيه أشياء زيادة يقول نواف أقول له معيال خلاص خل نمشي خل نمشي بكر رافض يقول لا نبغى ننزل زيادة ونوصلها لين الثمانين يرجع وراه ويرجع وراه عند الدينا الثاني وطراك ويفتح البوابة وياخذ العصائر يقول إلا بكر يقول لي يلا همشي همشي همش يقول وانا كذا بمشي بطلع إلا يطلع لي واحد في وجهي واقف واقف يقول نواف كذا أبغى أوخر عنه الأحمد وهو قاعد يسوق لف عليه كذا مسك الدرقسون ولف وصدم الرجال وأنا والله العظيم مال يدخل في صدمته يقول وينصدم الرجال وينقلب يقول ناظر كيف المراية إلا الرجال يتقلب وأسمع صياحة يزاعق طبعا نواف يقول كنت خايف لأبعد درجة وكنت أعتقد أن الرجال هذا راح يموت بس بس راح يموت صدمة مرة قوية يقول وأنحاش 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 ولف مين يسار ووقف على جمجة عيال واحد يسوق ما عدا أقدر جتني نفضه ما عدا أقدري عيال سوقه يقول يسوقون وأنا على الباب خايف مر كتالآن من لي قاعد يسوق أنا ينواف ومن لي لف بالدرقسون أحمد يعني أحمد هو اللي تسبب أني أصدمة ويقولوا فيني خوف غير طبيعي يقول واناظر كذا فأحمد قلت أحمد ليه لفيت الدرقسون عن الرجال ليه خليتني أصدمة كان يمديني أخليه كان يمديني ما أصدمة يا أخي مجنون أنت اللي أحمد يناظر فيه في كل برود قال لا أنا لفيت أنا ما ليدخل فيك أنت اللي لفيت وصدمت من ليه قاعد يسوق يوم قال لي كذا وأقعد وأصيح أنا ما ليدخل أنت اللي لفيت والله يا عيال شفتوا يقولوا أسألهم كلهم محد راضي يعترف نهائيا أن أحمد هو الشخص اللي لف بالدرقسون وصدم الرجال يا عيال تكفون والله مبنى يا عيال والله إنه أحمد لا إحنا ما شفنا شي إنه شفنا إنه كنت اللي قاعد تلفلف وإنت اللي كنت تسوق إنه ما لندخل فيك يقول جحدوني والجحدة بالريال وكأني ماني خويهم نهائيا خفت لا تحسبوني ما خفت توترت توتر غير طبيعي يقول كلت لهم يا عيال وقفوني وروحوا والله يستر عليكم وإذا خلصتوا كل شيء علموني يقولوا نزلت رح تأمشي على رجولي وهم راحوا يصرفون للأغراض اللي صارقينها وأنا نفسيتي قافلة أنا وشويت وصرت أندم على نفسي كثير وما قدرت حرفيا أنا أتحمل الموقف يقول رجعت البيت ودخلت البيت وتكيت وأبغى تخطى الموقف ما أنا قادر يقول لين غلبني النوم ونمت وصرت أحلم بهذا الموقف كل شوي ألمهم يقول نواف صحيت من النوم أول ما صحيت كده قعد ترتب أفكاري وأتذكر المواقف اللي صارت لي في اليوم اللي قبله وقعد أدعي إن الشخص هذا ما جاه شيء وإنه يكونوا بصحة وعافية يقول فجأة إلا يرن جوالي وناظر الجوال إلا هو رقم غريب ما أدري منه وأرد هلا والله مرحبا قال هلا نواف كيف حالك طيب قلت الحمد لله بخير يقول يوم دققت وصوته صار بكر قال لي نواف وين كنت قلت لأنا في البيت قال لي طيب أنا أبغى أقابلك وإنه تقابل قلت لأ ليه وش فيه قال لا لا بس أبغى أقابلك عشان أعطيك حسابك وفلوسك ونخلص كل شيء يقول نواف أنا كنت خائف خفتم فيه شيء ومغبينا عليه قلت لأ خلاص تعالي عند البيت قال لي خلاص بإذن الله 20 دقيقة 25 دقيقة أنا عند باب بيتكم يقول إلا صدق شوي إلا توقف سيارة عند الباب وناظر له أحمد وبكر واجيهم قلت هلا قال لأركب ركب عشان أعطيك فلوسك كل واركب ويعطوني فلوسي إلا بكر يقول لي قال ما عليكم من يصار أمس والرجال توقع عنا بخير والآن إحنا راح نروح أنا وأحمد ونشوف الرجال في المستشفى هو كويس ولا لا قالوا شلون يعني أنتوا عرفتوا مكانه وكلمتوا وتواصلتوا معه قال لا 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 راح ندخل كذا وبدون ما أحد يدري ورح نبحث عنه لينا نحصله إذن القناة في المستشفى إن شاء الله تمام قلت لهم أنا بروح معكم قال لا يا أخي أخاف يعرف كل شيء قال لا أنا بروح معكم قال أصبروا شوي ويرقى نواف ويروح يجيب أغراضها من البيت ويجيب كل شيء ويرقب معهم يروح المستشفى المستشفى هذا موجود لهذه المنطقة فأكيد إن هذا الشخص انقلوه للمستشفى وصاروا يبحثون المستشفى عن شخص تعرض الإصابة أمس وصاروا يبحثون في قسم الطوارئ ويبحثون في غرف التنويم يبحثون 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 حرفيا ما حصلوا أحد هنا تأمل نواف قال إن الشخص شكله طلع والإصابة اللي فيه بسيطة وارتاح شوي وهدى باله شوي وركب معهم السيارة قال شفت قال يليك الأمور زينة إن شاء الله مدريش خلاص هذه آخر أصلا نصرقها راح نصرقها ألمهم ارتاحوا لبعض وكل واحد قاعد يقول الشي اللي عنده فأحمد هنا اعتراف وقال لهم إن صدق أنا اللي لفيت الدراكسون وما عليش يا نواف قال نواف يلا هم شيئنا بخير يلا خان رحين رح نطلع نتغدى ونفلها ونروض ومتى تبغونا نسافر قالوا إن شاء الله رح نسافر بعد ثلاثة سبيع من الآن خلاص تم تم ما عندك مشكلة يقول رح نتغدينه ونزلوني البيت أول ما نزلت البيت إلا الوالد يتصل علي نواف وينك فيك قال أنا تقولي نازل البيت قال لي تعالي الآن إلى قسم الشرطة ما السالفة وش صاير وش حاصل تعالي الآن ضروري يقول أخوياي راحوا من عند البيت ولا أبغى أخذهم معي أبغى أشوفوا الشي الموضوع يقول وآخذ سيارة السواق واروح على طول قسم الشرطة وأنزل وابحث عن أبوي اللي هو داخل في المكتب وقدامه الضابق قال لي أنت نواف قلت لأيه قال لي يدخل ويسكر الباب عليه كيف حالك نواف طيب الحمد الله بخير نواف فيه سالفة عم صارت السالفة هي بخصوص سرقة سيارة تجارية هل عندك علم عنها أو لا يقول نواف أنا هنا ارتبكت وخفت يا ساتر لا يكون عرفه خفت وتوترت وجاني خوف غير طبيعي لتي سالفة لتي حادثة وش السالفة قال نواف اسمع لا تقعد تطول الموضوع وهو قصير السالفة وما فيها ايه نواف إن كاميرات المجمع كاميرات البنك اللي كانت قدام المجمع سجلت كل شي صار وجيه كمباينة كلكم ومسجلين برضه يوم كنتوا تصرقون أصلا السيارات التجارية هذي إن طالبين منهم يوقفون في هذا المكان لأن هذا المكان كله محوط بكاميرات أنت والناس اللي معاك راح نجيبكم كلكم لأن أنا اتصلت على أبوك لأني أعرفه كنت غريبة في واحد طالع من عائلتكم يسوي الحركات هذي وأول ما قلت الكلام هذا لأبوك أبوك ما صدق قالوا لدي عرفه وما يسوي الأشياء هذي نهائيا وما صدق إلا يوم وريته الفيديو حقكم يوم تصدمون الشخص راعي السيارة التجارية راح نسحبكم كلكم ونحقق معكم يقول نواف أنا خفت خوف غير طبيعي يقول طبعا عمري توى ما كملت 18 يعني راح يدخلوني على السجن اللي يكون فيه الناس اللي أقل من 18 سنة قال لي خلاص ادخل الحبس لين يجون أخوياك يقول فجأة أنتظر نص ساعة 40 ديقيقة إلا أشوف أحمد داخل الحبس ومعاه بكر وانتظر نص ساعة كذا إلا يكتملون الشلة كلها اللي صرقت معهم السيارة التجارية هذي شو السالفة مدري إيش كلهم ينظرون في بكر بكر كل منك كل منك بكر قال لهم أنا والله ما ليدخل نشرط عليكم وانتوا وافقتوا يقول فجأة قاطع كلامنا هذا الضابط طاق 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 ويفتح الباب ويفك القفل ويدخل السلام عليكم عليكم السلام انتو صدمتوا واحد أمس والسيارة هذه باسم أحمد صحيح يا أحمد إيه صحيح طيب أنا عندي المحظر كامل وعندي أقاويلكم كلها ومسجلين كل الكلام اللي قلتوا لنا ولكن راح نحقق معكم الآن واحد ورا واحد وراح نعرف الحقيقة أحمد يقول أن اللي صدم الرجال اللي هو نواف والضابط قال وأنا أكد على هذا الكلام لأن في كاميرات المراقبة بايلنا نواف أهو اللي كان يسوق قال لهم نواف أنا ما ليدخل صحيح أنا كنت أسوق ولكن الرجال يوم طلع في وجهي أنا ما كنت بغصدمه أحمد هو اللي يمسك الدراكسون ولف عليه الضابط يسأل أحمد هل هذا الكلام صحيح قال أحمد لا الكلام هذا غير صحيح قال طبعا نسيت أقول لكم الرجال اللي سلمتوه ترى مات أمس في لحظتها من أول ما أصدمتوه جاه نزيف ومات يقول أول ما قال الكلمة هذه حرفيا أنت كهربت وحسيت أن الدنيا كذا ثقيلة علي حسيت أني في مكان مو مكاني وأيقنت أن هذه آخر أيامي يقول الرجال مات قال ولكن نبغى نسجل أقوي لكم الآن نرسلكم للسجن سجن؟ نعم رح تروحون للسجن يقول فجأة كذا إلا سيارة الشرطة تقرب وتركبنا كلنا ويأخذونا صدق للسجن يقول ونمشي لين وصلنا للباب السجن وندخل مع البوابة إلا يقابلوننا جوه عساكر وإن ملفاتهم يأخذون ملفاتنا ويدخلوننا يروح حلقوا شعورهم الآن ويروحون يحلقون شعورهم كلهم على الصفر حلقوهم وكل واحد دخل إلى السجن حقه ونواف قاعد يقول في نفسه كانت الإجازة المخططين عليها أن يسافرون برا صارت الإجازة هذه داخل السجن مرت خمس شهور وطلع حكم بإعدام نواف ولكن متى يعدمونه لين يتم السن القانوني حقه طلع البيان حق الإعدام وأرسلوه للززانة حقة نواف خلاص نواف هذه آخر أيام حياتك يقول والله نواف أني ندمت ندم شديد ندمت ندم ندم بعد ما يفيد الندم ولكن مرت الأيام ومرت السنوات ووصل نواف إلى سنها القانوني قبل السن القانوني هذه راحوا يترجون أهل المقتول تكفون تنازلوا تكفون تنازلوا بنعطيكم اللي ينتبون تكفون طالبينكم بنعطيكم اللي تبغون بس تنازلوا رافضين يتنازلون نهائيا واستمر هذا الموضوع لمدة يمكن ثلاثة سابيع أو أربعة سابيع هم يترجون أهل الميت تكفون طالبينكم تنازلوا والله أنهم شباب والنطي الشباب ورب راح يعوضكم بنعطيكم والله العظيم كم تبون واهل الميت يقولون ما نرضى الا الدم بالدم هل يصار لنواف واخوياه ظلم؟ اكيد لا ماهو ظلم كلهم الخمسة مشاركين في هذه الجريمة فيها سرقة وفيها قتل ولكن وش جاب الشخص هذا بينهم وكيف صارت الاحداث بسبب هذول الناس قرب موعد الاعدام وباقي عليه ما يقارب ثلاث ايام ونواف في ايامه الاخيرة خلني اقولكم وش كان يقول نواف طبعا ما ينفع الندم بعد ما اطيح في الخطأ ولكن كان يقول ما كنت اؤمن يوم كانوا يقولون الصاحب صاحب يقولوا ما كنت موقن لما كانوا يقولون اسألني منتو صاحب فاخبرك من اني يقول ما كنت اؤمن ان المجرمين اللي في الشوارع اهلهم كان يربونهم بشكل كويس وما كنت موقن ان المجرم يمكن يوم من الايام يكون شخص نظيف يقول المدة اللي مرت علي ما كنت احس فيها فكنت مستمتع بشكل كبير وكنت اعتقد ان اخوياي اللي كانوا معاي اخويا كويسين يقول لا أخفيكم أني كنت أسمع وأنا في السجن أخبار أخياي اللي كنت أدرس معهم اللي تزوج واللي ربي رزقه بولد واللي حصار مهندس واللي عاش حياته وكنت دايما أعظى صابع الندم في وقت ما يفيد فيه الندم يقول الأيام كانت ثقيلة علي يقول قلت لنفسي هل أنا أستحق الشي اللي صار لي كنت أفكر تفكير غريب والله التفكير هذا غريب مرة وقوة ما هو غريب عجز عقلي البشري تخيله يقول في يوم من الأيام سألت نفسي قلت الآن كيف تجربة الموت الحين لو مت كيف راح أحس هل راح حس بالموت هل راح أكون نايم ما أدري عن شيء أبد ولا كيف كيف أبغى أعرف تجربة الموت هذي وش هي يقول كصرت أهو جس بيني وبين نفسي وش هي تجربة الموت هل إذا قصر قبتي راح حس بالسيف هل راح أتألم ولا ما راح أتألم قمت خيليني وصلت للمرحلة هذي من الضغط ولكن اللي صار صار وحسافة عمري الباقي أنه راح أباقى من ثورة هذا كان كلام نوار يقول قبل القصاص ب18 أو 17 ساعة اللي يجيني الضابط حق السجن قال لي يا نواف عندك شيء تبي تقوله في شيء تبي تسويه خلاص بكرة بإذن الله راح يقام عليك الحدي ترى الموقف ثقيل مرة والله يا ساعة يا خذا تخيلت أقسم بالله العظيم موقف ثقيل ثقيل مرة 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 ثقيل والله العظيم مرة الموقف هذي يقيل إن شاء الله إنه محد يمر عليه نهائيا وإنه ما يصيبكم مكروه يا رب العبادة قلت ما هو ثقيل أقسم بالله العظيم أني ماني قاعد أروي القصة ماني قاعد أعطي القصة حقها ليه؟ لانتخيلت إن في واحد من أعز أخوياي يصير فيه الموقف هذا وش راح تصير ردة فعله ولا أنا أكون في نفس الموقف على أربع ألاف خمس ألاف ريال أفقد فيها حياتي والله ما تستاهل أقسم بالله العظيم وجت لحظة القصاص يا جماعة الخير خلونا أشرح لكم الموقف اللي صار في لحظة القصاص جت سيارة بيضة كان نواف راكب وراء افتحوا الباب اللي وراء ونزلوا نواف في ساحة كبيرة ونزل نواف وقعد على ركبته وكان شكله متغير مرة يقول إلا فيه شخص نزل من السيارة كبير ومعاه السيف اللي راح يقيم فيه الحد دال ميد نواف قل كلمتك الأخيرة وتشهد وحطه نواف على ركبه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك ويضرب السياف رقبة نواف وهنا انتهت هذه القصة والله الموضوع صعب مرة أنا عارف على شي مرة بسيط توصل مرحلة هذه عشان كذا والله العظيم هذه نصيحة مني لك يا حبيبي وعزيز المتابع إذا كنت تتابعني ممكن أنا مو مشهورك المفضل اللي ممكن تسمع منه ممكن أنا لاني أبوك ولا أخوك ولا صديقك ولا أي شخص يمد لك بأي صلة من القرابة ولكن يا أخي تخيلني أني أنا أخوك الصغير أو الكبير أو أني أبوك أو أني خالك أو أني عمك المدة بس خمس دقائق والله العظيم أني قاعد أقول لك الكلام هذا من جوة قلبة أنت اللي قاعد تشوفني أو أنت اللي قاعد تشوفيني ركزوا معاي زين حياة هذه تركيبتها غريبة مرة ما هي الحياة اللي إحنا متوقعينها حياة هذه فيها صعوبات وفيها أشياء بعض الأحيان تكون وصخة وتضغط عليك وتخليك تحتاج إذا احتجت لا تمد يدك إلا إلى رب العباد والشي الثاني أخوياك ثم أخوياك ثم أخوياك ثم أخوياك والله العظيم أن أمك وأبوك ما هم مسؤولين عن تربيتك تصرفاتك أو أي تصرفات خاطئة تراها من شخص موجود قدامك والله العظيم أنها ما هي من تربية أمه وأبوه وأهله بل من الدائرة اللي حوله سواء كنت ولد أو بنت إذا عندك أخويا أو صديقات ما هم كويسين ممكن ما يكونون حرامية ممكن ما يكونون حرفياً أي شيء ممكن ما يضرونك ولكن دائماً خل علاقاتك مع الناس وأصدقائك تكون علاقات منها فائدة لا تكون علاقات توديك حرفياً للهاوية أنت الآن ممكن تسمعني وأنت في عمر العشرين أو الخمسطعش أو السطعش أو الثلاثين والله ما أدري كم ولكن العمر الذهبي لك لا يروح حباء من ثورة ونصيحتي في هذه الحلقة المثل المعروف اللي يقول أخبرني من تصاحب فأخبرك من أنت يعني إذا أخوياك مهندسين أو أخوياك ناجحين فأنت رح تكون ناجح بينهم لو إنك يا رجل زيروا إمكانيات لما تكون في دائرة فيها ناجحين رح تطلع معهم وتنجح إذا لو والله أنت في دائرة قاعدين يستهترون بالناس اللي قدامك وقاعدين يقولون أدبهم وقاعدين يستنقصون في كل العالم اللي يمرون قدامك وأنا أنصحك نصيحة الوجه الله ابتعد عنهم قبل ما تروح الحياة في لمحة يعني هنا وصل نهاية حلقة اليوم وأتمنى قصة اليوم معجبتكم وأشوفكم همان الله يا جماعة الخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر